تتواصل منافسة الدورة الأولى لدور للا عائشة للغولف المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس إلى غاية يوم الأحد بالمسالك الزرقاء للغولف الملكي دار سلام بالرباط وقد تأهل لعب الغولف المغربي عثمان روزي من فئة الهوات إلى الدور الثاني للمنافسات وأنهى عثمان روزي من نادي الغولف الملكي دار سلام الدورة الأولى في المركز الثالث والأربعين بمجموع 144 ضربة وذلك رفقة تسعة لعبين آخرين من جنسيات مختلفة اليوم الثاني من المنافسة تميز بانتزاع المحترف الفرنسي أنتوني روزنير المركز الأول من الإيرلندي روبين داوسون الذي تراجع إلى المركز الواحد والثلاثين برصيد ضربة واحدة تحت المعدل هذه الدورة التي تشكل المحطة العشرين في برنامج الدور الدولي للمحترفين تعرف مشاركة 126 ممارسا من المغاربة والأجانب من مختلف القارات سيتبارون على المسالك الضرقاء التي احتضنت منافسات جائزة صاحبة السمو الملك الأميرة للا مريم في أبريل الماضي